اهلا بكم مجددا كل متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطي خاصة حول حالة التقص المتوقعة والتي تشهدها البلاد خلال الاسبوع الحالي وتشير الى ان هناك تقص شديد الحرارة ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة 46 درجة على بعض المحافظات بتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي على معظم انحاء البلاد كما تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية ان هناك موجة تقص حارة تستمر حتى نهاية الاسبوع لتصل درجة الحرارة ل46 درجة في الظل وهذا يعني ان درجة الحرارة المحسوسة في حالة التعرض لاشعة الشمس المباشرة تكون اعلى بثلاث درجات ولهذا فقد حذرت هيئة الارصاد الجوية الموطنين من التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال فترة النهار مع تناول كميات كبيرة من المياه وبالنسبة لتقص الاثنين فبتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان تشهد البلاد ارتفاع بدرجات الحرارة على الانحاء كافة ليسود تقص شديد الحرارة رطبة على القهر الكبرى والوجه البحري حار رطبة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وهذا بالاضافة لارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقع بقيمة تراوح بين اثنتين واربع درجات وعن حالة التقص ليلا فيسود تقص معتدل الرطبة على القهر الكبرى وباقي الانحاء وأوضحت هيئة الارصاد الجوية ان يوم الاثنين يشهد نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وهذا مما يقلل الاحساس بنسبة الرطوبة ليلا وذلك فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية منه إلى القهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وبالنسبة لضواهر الجوية المتوقعة أن تشهدها البلاد خلال الأسبوع الحالي فيسود تقص شديد الحرارة رطب نهارا على القهر الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارة طب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب البلاد ليلا وعلى القهرة وباقي الأنحاء هناك أيضا ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين اثنتين لأربع درجات عن المتوقع وهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على طرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية منه إلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية هناك أيضا تحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يزيد من الشعور بارتفاع في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين اثنتين لأربع درجات أوضحت أيضا الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الثالثة من أغسطس إلى يوم السبت الموافق السابع من أغسطس فمن المتوقع سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين القاهرة العظمى أربعين درجة والصغرى سبعة وعشرين درجة الإسكندرية العظمى أربعة وثلاثين درجة والصغرى خمسة وعشرين درجة مرسمة روحة العظمى تلاتة وثلاثين درجة والصغرى أربعة وعشرين درجة أما عن سوهاج فالعظمى واحد واربعين درجة والصغرى ستة وعشرين درجة أما عن قنى فالعظمى اتنين واربعين درجة والصغرى سبعة وعشرين درجة وأخيرا أصوان العظمة 43 درجة والصغرى 29 درجة نهاية أخبار التقس نشكر لحضرتكم طيبة المتابعة إلى